السلام عليكم ورحمة الله ما زلنا نسلم عليكم لأننا قررنا أن نكون في رمضان في مدرسة السلام مدرسة السلام الذي مضى وسنعيش معه في اليوم السادس من أيام رمضان لأن احنا قررنا أن احنا نخرج من رمضان بدرس نخرج من رمضان بمقرر نقرر فيه أن نحيا فيه برمضان على سنة الصحابة اللي هم كانوا بيعيشوا برمضان ستة أشهر ويستعدوا إلى رمضان ستة أشهر وإحنا قررنا أن احنا نخرج بدرس السلام فرمضان في هذا العام هو مدرسة السلام وإحنا في اليوم السادس بنتكلم في سلسلة السلام عن العيش مع الله ما زلنا في السلس الأول وبنتكلم في العيش مع الله وبنتكلم في جزء كتبنا عليه البقاء في حضرة مولانا النهاردة عن نتكلم على سلام ما ينفعش نستمر في رمضان بالذات في رمضان من غير السلام ده لأن السلام ده هو اللي دفعنا أن احنا نتكلم في مسألة السلام من أول رمضان لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن رب العزة قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وده بيخلينا يوقفنا قدام سلام مهم جدا في حياتنا بنخفر عنه وفلما نخفر عنه يجينا وجع ويجينا ديق ويجينا حرج ويجينا حزن السلام ده هو سلام الإمداد سلام الإمداد معنى إيه؟ يعني سلام أن الله يعطينا كل شيء ونزاك بنسمينه سلام الإمداد والعيش بلا حول ولا قوة إلا بالله اللي مش هيعيش مع الله بالمدد إيه اللي حاصل؟ هيعيش في كل لحظة قطعة من النكد من لا يعيش مع الله بالمدد يعيش في الحياة على الدوام بالنكد اللي مش هيعيش بالمدد وبلا حول ولا قوة إلا بالله هيشقى ولن تزيده العبادة إلا بعدا إزاي الكلام ده؟ ده أنا بعبد ربنا صح بس أنت مش بتعبد ربنا بتعبد الصورة اللي أنت عايزها يراها ربنا لكن أنت لما تكون بتعبد ربنا بلا حول ولا قوة إلا بالله هتعمل زي حضرت النبي أفلا أكون عبدا شكورة؟ ويمكن إحنا عارفين نموذج تاني بقى نموذج تاني بيوضح لنا إزاي لما الواحد يعيش بحوله قوته بيحصل إيه؟ تكون لنا عارفين قارون لما قال إنما أوتيته على علم عندي ما الذي حدث؟ ما الذي حصله إيه؟ كانت النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض علشان كده بنقول اللي بيفقد العيش بسلام المدد والإمداد بيحس بقى إن كل الأبواب مقفولة التوبة والخوف والرجوع إلى الله صعبين جدا جدا وساعات يحس بالانهزمية والهوان والضعف وعدم القدرة والعجز والانهزمية ده شكل من أشكال فقد سلام المدد فالشخص اللي طول الوقت حاسس إنه هو منهزم أمام الأحداث والتحديات وبيتدس عليه في حياته وحاسس إنه هو شخص مش شايف أي حاجة ممكن يعيش بيها أو فاقد الرؤية لمدد ربنا إيه اللي حاصن؟ يبقى الإنسان ده يعيش في شقاء خلوا بالكم إن المدد حضراتكم يأتي على قدر الاستعداد يعني المدد دايما نقول كده زوق الإمداد على قدر الاستعداد يبقى أنت لازم تكون مستعد ليه؟ المدد حاصل حاصل الله سبحانه وتعالى يقول كل أن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورة كل ممدود لذلك بعض الناس طب مين بقى اللي بيشوف المدد ده وبيعيش بيه على إنه سند وعلى إنه عون وعلى إنه فتح وعلى إنه بركة وعلى إنه نعمة المستعد لذلك بعض الناس لما يقول أنا مش حاسس برمضان بقوله أنت بحست عن رمضان اللي أنت وضعته في عينيك أنت أنت بحست عن رمضان عندك أنت لكن مبحستش عن رمضان عنده هو سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر